اغدغوا أشعة شمس قضاء البترون أجساد رواد شاطئ كفر عبيدة للعموم حيث المياه النقية وثروة البحرية والصخور الطبيعية هي الأندر على البحر المتوسط فتحولت هذه البقعة العذراء إلى واحدة من واحد وثلاثين موقعا طبيعيا اختارها مجلس الإنماء والأعمار لتحويلها إلى محميات طبيعية منذ سبع سنوات إلا أنه في عام 2007 أقر مجلس الوزراء بعد خروج الوزراء الشيعة مرسوما قضى بالترخيص لشركة إنماء الشواطئ اللبنانية لصاحبها من آل عبد الأحد بإشغال مساحة تزيد على سبعة وثلاثين ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية ويوم ذاك ترافق مع إصدار مرسوم آخر يعطي وزير الأشغال العام والنقل محمد الصفضي الحق في إقامة مرفأ خاص لقصره شيده على الأملاك العمومية البحرية في البربارة اليوم في غياب وزراء تكتل تغيير الإصلاح أعيد المرسوم إلى مجلس الوزراء مع خريطة معدلة من دون أن يكون مدرجا في جدول الأعمال فتحرك الأهالي رح يصير في هيدا السنسول بده يترمم ويوصل طوله لحديث الميت متر بعرض تقريباً عشرين متر بده يكمل بفرمد أل تقريباً ستة وستين متر بده يتعلق فيهم إشياء خشبية وحوالها السبتاشر بنجلو عايمين على وجه الماء هاي الصخرة اللي شايفينها بالوجه هاي صخرة كلها مغاور بقلبها وفيها كتير سروة حيوانية بده يصير عليها مطعم ونحن حالياً وقفين على صخور هيدول ردم لازم ينشالوا ليبينوا صخور الطبيعية عها المنطقة بده يتعمر 2 بيسين وبيتعدوا على الأملاك البحرية العامة شفتك عم تمضي عم تمضي ليه؟ لأنه ضد المشروع ليه ضد المشروع؟ لأنه بدنا شخص طبيعة بلبنان يبقى شوي شخص طبيعة بلبنان تبع بقولوا أنه حيشملوا على المنطقة أكتر ولا برأيك؟ أنا برأيك مش صح الاعتراض هو أنه بيقولوا صار في تعديلات وهالت تعديلات أنه بدلت طال هسخور البحرية الأسارية القديمة إذا كان فيه ضرر إليها نحن ضدها وإذا ما فيه ضرر لها نحن معهم ومع المشروع مع البناء مطرحة بدهم بين العتب على البلدية السابقة التي وافقت على المشروع وعدم تحويل وزارة البيئة الشاطئ إلى محمية طبيعية وتهديد وزراء التيار وطي الحر بالطعن في المراسيم الصادر عن جلسة مجلس الوزراء ستغيب الشمس عن شاطئ كفر عبيدة والأهالي متأهبون لمنع التعدي على أملاكهم العامة